في هذا الإطار وأن ننطلق من ذلك لكي نطق بنفسنا وبما أعطاناه الله أغضق علينا من خيرات الله سبحانه وتعالى وأن ننطلق لكي نكون تصنيفات أو مصنفات جديدة تكون تفعيلا للإرس تفعيلا للينبيع في معادلات جديدة اليوم قد نستطيع أن نقدمها إلى العالم وأن نكون لنا مكان تحت الشمس وأن لا نكون من المستهلكين والمستهلكين لاستلعي الثقافية الغربية في إطار عولمة كارثية إذا لم نحسب حسابنا لهذا التراث والتقليد التأويل العولمة الكارثية التي تتحدث عنها هل هناك عوامل؟ قد تكون عولمة جيدة لكنها كارثية نعم هي ليست بالمنحة السلبي دائما ولكن إذا أخذناها بالمنحة السلبي لنقول ما هي المعطيات أو الظروف التي يمكن أن تحيط بنا أو تحيط بالموسيقى أو بالثقافة العربية أو الثقافة أو الحضارة التي نتحدث عنها لتفادي الدخول معمقا في هذا العالم وحتى لا تسيطر علينا؟ علينا أن نعود إلى أوليات التأويل هذا أول شيء يعني على الإنسان أن يعرف ما هي المسائل الأساسية في ثقافته في هويته وأن لا يتقوقع فيها بالطريقة التزمتية والسلفية من الذي يعود بنا إلى هذا التأويل؟ هذا إرادة هذا قرار يأخذه الناس ويأخذه المجتمعات وتأخذه الدؤل أيضا أن نبحث عن ما هي مقاومات هذه الثقافة ما هويتنا وأن نبلور فيها ما هو خميرة خميرة قد تمكن من أو ما هي حبة الحنطة التي تموت وتحيا فتحيا في الصنبولة أو في الشجرة علينا أن نبحث عن هذه المقاومات الأساسية وأن نعطيها الإمكانية لكي تحي ونرويها ونضع عليها كل الأسباب الرخاء فبعد ذلك قد نجد الجواب الإجابة لهذا التساويل